والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً السؤال هل هذا يعني أنه تحول؟ بالطبع حاشة حاشة أقنوم الإبن أزلي لا يتغير الكلمة صار جسداً لا تعني التحول كقولنا صار الطفل رجلاً لكنها تفيد الاتحاد أي صار إنساناً بدون تغيير اللهوت فاللهوت ملازم للناسوت من غير انفصال ولا امتزاج لقد اتخذ جسداً كاملاً نفساً وجسداً لا يعني التحول بل تنازل واتحد بالإنسان وفي الوقت نفسه هو الإله القادر على كل شيء فالله له وجود ذاته موجود بذاته وشخصية المسيح مستقلة في كيانه وعلى أن لهم أقنوماً متحداً بالله من غير امتزاج مستقلاً عنه لكن من غير انفصال في اتحاد تام فهو موجود في كل موجود لذلك لا يضر أن يكون في صورة إنسان وهل يعجز أن يظهر بصورة إنسان؟